محمود شكري باترا غدا لمواجهة امبي اعلنها الكابتن احمد سامي وجاءت كالتالي قائم استراميكري باترا يكون فيها عامر عامر في حراسة المرمى ومحمود شكري على مستوى نفس المركز خط الدفاع خالد صبحي سيف اتقى محمود البدري وليد عبد المنعم مصعب البطاط علاء عطا احمد محسن خط الوسط محمد حسن محمد توني عبد الرحمن بودي مصطفى بهاء شريف دابو بودي ده كويس قوي محمد ابراهيم محمود نبيل مصطفى ميسي صالح جمعة ايفنز منساء كوامي بونسو في لجوم شادي حسين حمزة مجدي وباسم مرسي يغيب كوكو بسبب الاصابة هو حمزة معوض كلاهما من الحراس سيراميكري باترا هو وامبي بيمتلكان نفس الرصيد بأربعة وثلاثين نقطة وعشان كده طارق ابو العنين نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة سيراميكري باترا والمشرف على فريق الكرة اتكلم مع اللاعبين بانه اهمية هذه المواجهة قال انها تساوي ست نقاط كل فريب يمتلك اربعة وثلاثين نقطة طالب اللاعبين بضرورة انهاء المسابقة في مركز ياليق باسم ومكانة سيراميكري باترا ودي هي اجتماع مهم جدا لانه ممكن لعيبة بتقل طموحاتها بعد ما الدوري ملامح وبتتضح ما بين ان احنا كده كده قاعدين في الدوري او كده كده مش هناخد الدوري تلاقي الطموحات قلت فاجتماع زي ده مهم جدا قال ان الفرصة لسه سنيحة لتحقيق مركز افضل قبل خمس مباريات من نهاية المسابقة شدد على صعوبة مباراة انبي لكن اكد ثقته في امكانيات اللاعبين وقدراتهم على حصد نقاط اللقاء بفضل الروح القتالية العالية لللاعبين واشار الى اهمية تحلي الفريق بعقلية الانتصار في اللقاء ودي نقطة مهمة جدا اتكلم برضو عنها الكابتن احمد سامي المدير الفني للفريق